أنا يقال لي أحمد والصالح من النواذيبو هذا الخطاب انتبهت له لأنه أتكلم على نقاط مهمة منها إهانة المواطن من طرف الإدارة اللي انتبه له هو ويحاول أنه يعالجه ونعرضه وهذه المشكلة اللي عندنا حتى عندنا المواطن أنه حقه ينتزع يعود يبقي إجبار حقه يقال حسن لدارة ما هي ما هي مسايرة لطلبات المواطن وبالتالي اللي انت لا يحاول أنه يتعنف لا يتدأس كرامته ولا يسخر رأسه به ويتنازل عن حقه مقابل أنه ما ينهان هيا اسمعنا خطاب رئيس يامس والله اللي نحن يلقى واتن يلقى نعاونه هو واحد ما يقديس قال يلقى نعاونه على هذا دولة نحن ومساكن مولي نحن مسلمين نتعاون مولي معا مساكن هذا اللي قال والله اللي نحن معا وكثا خير وخير أنا مواطن بنواليبو لنقولكم عن خطاب رئيس يامس جذبنا به اللي قال عن الإدارات ما تقوم بعمل هلاك خصا في المسابقات نتكيس الحالة المدنية بدار المستخرج خاصة عنده دفوت اسبوع ما ريتش مستخرج المسابقات الحالية هناك مموسى عبدالله من نواليبو بالنسبة لنحن شوفنا هون يوسر شي مان قد شوفنا يقول لي صنع لك يجي يجيبنا دريبة دريبة ما وكلنا إلم كيف ترنا رئيس يخارسو نحن عندنا مشاكل يوسر يأكل من نحن نطالبين هو يخارسو نحن طيب والسعيد من مدينة ساكنة مدينة نواليبو رأنا مذمنين خطاب رئيس الجمهورية ليلة البارح رأنا مذمنينه وكان واضح كان يتكلم عن العراقي اللي يعاني منهم المواطن في مدينة داخلة نواليبو وراجعين من عند مولانا على أن عاقب خطاب رئيس الجمهورية هذا كلهم يتحمل مسؤوليته كيف ما قال الحد ما هو قاد يتحمل مسؤوليته يخلي مكانه لحد أخر قاد يتحمل مسؤوليته المواطن يتردد ثلاثة أيام مربعة يدور نصها من الكتاب أخلاق الإشار عندما يجبرها المواطن يتردد على الوالي إياك يلقاه والله على الوزير إياك يلقاه ويتمشي حقوق وتعقب تمشي هباء منذورة هذا ما يقدسك التعليف خامة رئيس الجمهورية وهذا فيه بعد أساسي الرئيس الجمهورية حسس المواطنين عنه معاه وحسس عن شكاوه أهل اللي تصلوا في الرئاسة عنها راهية يقراها ويمشيها إياك تلب وهذا في غاية الإهمية خاتمه بكلمة في غاية الإهمية وهي عن مسؤول قاد يعدل هذا يتفضل ومسؤول ما هو قاد ببساطة يعني مكانه لحد قاد يعدل وهذا في غاية الإهمية نعتبره نحياز واضح لمصلحة المواطن ونقيمه على أساس عنه جف محله وجف وقته في الوقت اللي نعتبره عنه لا يعود له إن شاء الله ما بعده وراجعين إن شاء الله عنا نتعطى معاه بإيجابية كلنا من موقعه ترجمة نانسي قنقر